بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم بنتكلم النهاردة عن ذبابة ثمار القرعيات واللي هي عمللنا أرق ومشاكل للمجرعين اليومين دول لأن ده بيعتبر من أفضل المواسم المحببة لذبابة ثمار القرعيات عمللنا مشاكل اليومين دول بالنسبة للقرعيات المنزرعة خارج البيوت المحمية وليست داخل البيوت المحمية يعني المنزرعة في الأوبنفلد والقرعيات طبعا علشان نفع عارفين القرعيات اللي هي الأرع والكوسة والبطيخ والكنتالوب وكل الحاجات دي هي القرعيات تمام فاللي مزروع خارج اليومين دول في مشكلة في الزبابة ثمار القرعيات إن هي عمللنا للناس مشاكل كتير خصوصا في سلطنة عمان في حد صديق لي في الوفرة في الكويت برضو اشتكى جامد منها في السعودية بيشتكوا منها المهم بالنسبة للمكافحة بتاعتها المكافحة بتاعتها سهلة وبسيطة جدا سهلة وبسيطة جدا ولكن تقدر تقول هي مكافحة تعتبر السهل الممتنع ليه السهل الممتنع؟ لأن فيه ناس بتقول لي أنا رشت ثلاثة واربع مرات وما فيش فايدة هقولك ليه هو أصلا ما فيش فايدة في اللي انت عملته تمام أول حاجة جماعة هي بتنشط بداية فصل الربيع يبقى أول حاجة هي عامل عزراء في التربة العزراء ده هي بتطلع على شكل حشرة كاملة تمام في بداية فصل الربيع أو بداية ما بنخلص الشيتة كده والجو بيبقى يطول النهار فيه إضاءة كويسة وفيه درجة حرارة مناسبة لها فبتبدأ وده شيء معروف حتى مش فيها لوحدها في كل الحشرات ان هي بتبدأ تطلع بقى من بيات الشيتة وبتاعها وبتطلع تعمل لنا مشاكل كتير تمام فبتطلع الحشرة الكاملة فما بناخد شبالنا منها ما بناخد شبالنا منها ده أول حاجة تمام بنعتبرها اي حاجة حشرة الكاملة ما حطط لك أنا الحشرة الكاملة واللي هي بتروح على ثمار القرعيات وعن طريق حاجة بيسموها في الحشرة النفسة بسموها آلة وغز البيض بتوضع البيض بتاعها تقريبا بتضع من 150 ل200 بيضة البيض ده هو بيفقس بياخد حوالي من 15 أيام على حسب درجة الحرارة تمام بيضاع لك إيراقات صغيرة خالص إيراقات الصغيرة خالص ديت بتبدأ تعمل ايه إيراقات الصغيرة خالص ديت بتبدأ تتغذي على اللب بتاع الثمار كده تمام يحصل منه صمغة اصفر تمام اللي بيساعد اللي بيساعد الحشرة دي على الاستمرار يا جماعة ان هي كمان بتبص تلاقيها بدت يسهل لها الامور بدل ما تلاقي الثمار صلبة وقد تفشل في النيتادة البيض بتاعها لا بتلاقي اي خدش من الخدوش الميكانيكية تمام اي اشارة خدش كده جرح يعني في الثمار او يحصل عفن في لما بيحصل عندنا خطأ في التسميد مثلا بيحصل تشقق للثمار فبتيجي هي بتدخل بتضع البيض بكل اريحية خالص في الثمار اللي حصل لها تشقق دهية وبتطلع ما عندناك اي مشكلة خالص بعد 10-15 يوم يعني دورة حياتها كلها من 4-6 اسابيع تمام طيب لما هي بتعمل القصة دي تبقى عندي اصبح عندي مشكلته اول حاجة المشكلة الاولى ان انا ما قدرتش اكفحها ليه لان انا ما عرفتش من الاساس الحشرة الكاملة وما كفحتهاش طيب لما بدت الحشرة الكاملة تحط البيض بتاعها داخل الثمار عمرك ما تعرفت كفحها هي خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيها مش هتقدر اساسا تكفحها الحاجة اللي هتقدر الاصابة اللي حصلت خلاص خلصت وخلاص طيب علشان انا ما عرفتش نفسي للقصة ده هي يبقى لازم ابدأ ارش موبيدات من الاول خالص قبل العقد شفت انا بقولك ايه قبل عقد الثمار نظف الارض بتاعتك قبل عقد الثمار مش تلاقي البطيخ قدامك عمل بيجروا شكله حلو تمام تمام وفي شوية زباب طيرين ما تاخدش بالك منهم والصمرة لا قبل عقد الثمار نظف الارض بتاعتك على اساس ان الحشرة الكاملة اقضي عليها اقضي عليها بكل حاجة بكل الوسائل المتاحة بالمصيد الفرمونية ماشي باللزق ماشي بالمواد الكيميائية وعلى رأسات صيبة مسترين حاجة زي الديسيز دي تقضي لك على الحشرة الكاملة تمام فتاخد بالك من القصة دهية شوية سر انك انت اساسا ما يحصلش عندك مشكلة الذبابة ثمار القرعيات انك تمضى في الارض بتاعتك قبل ما يحصل اساسا عقد ويبدأ الثمار الصغير يبدأ في العقد حاول تنظف الارض بتاعتك تمام؟ عندك شوية موبيدات كويسة افضل حاجة استخدمتها اولا هي الافانت تمام؟ عشان اللي راقت لو حصل يعني الافانت مع الديسيز الافانت مع الديسيز او اي حاجة فيها صيبة مسترين هتلاقي ظروفك تمام التمام ما عندكش اي مشكلة خالص اخلط الاتنين مع بعض ويبدأ رش من الاول خالص من الاول خالص تمام؟ لان دي هتساعدك لا زبابة وبيضة يكون عندك لا تربسة يكون عندك مفيش اي حاجة ان شاء الله هتكون عندك لو استخدمت المبادة فيه اللمبادة ممكن تخلطها بره مع اي حاجة تانية تمام؟ زي الكوراجين مثلا ممكن تخلط المبادة مع الكوراجين ما عندكش مشكلة او ممكن تجيب مانع انسلاخ مانع انسلاخ اللي هو الامام اكتين بن زود ده هو تجيبه في اي مادة دي مادة فعالة تجيبها تحت اي مبيل تجارك تمام؟ هتجيبه وهترشه دمانع انسلاخ هيحدلك منها شوية تمام؟ بعد كده اوصيك بالكلوروبيروفوس ولكن الكلوروبيروفوس ترشه بيعمل شغل كويس بس ترشه من الاول خالص ليه؟ لان الكلوروبيروفوس يا جماعة تقريبا بيصل الكلوروبيروفوس بيصل فترة ما قبل الحصات بتاعته ليه تقريبا واحد وعشرين يوم وهي قد تتعدى كمان ممكن تقعد خمسين يوم او سبع خمسين يوم كمان في بعض المنتجات يعني بالنسبة للخطر فتاخد بالك من القصة ده هي الكويس تمام؟ غير كده وانت بتحرط تحرط حرط عميق لان هي اساسا بتعمل الاعزاري في التربة والاعزاري ده هي تجماعة لما انت بتحرط بقلب ولا حاجة بتحاول بتقلبها تحت خالص على بعد العشرين تلاتين سنتي فما بتقدرش تطلع لك تاني لو انت تزرع فارضة اساسا كانت موجوئة قبل كده اعرف ان هي اساسا موجودة ومع الظهرة في التربة وانت تقلب الارض بالمحرات الالاب علشان يخلي لك العزاري ده هي تحطها لك تحت خالص وما تقدرش تطلع لك مرة تاني ده اللي احنا بنتكلمه عن زبابة ثمار القطعيات اللي هي منتشرة في كل مكان في الوطن العربي اللي مندول بالزاد بدايات الربيع اللي هو زيادة الدرجات الحرارة والاضاءة العالية والنهار الطويل ودي حاجة هي بتحبها ومستمتعة يعني بها شكرا لحضراتكم كل اللي عملتم بخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته